أكدت أو أعلنت كتائب عزدين القسام في بيان مقتلى 36 جندياً إسرائيلياً خلال 72 ساعة الأخيرة واستهداف 72 آلية عسكرية في محاور قطاع غزار وأكد بيان سابق للقسام أن المقاومة قتلت ما لا يقل عن عشرة بين ضباط وجندي ومن جنيبها أعلنت سرايا القدس استهدافها في الساعات الماضية أربعة دبابات وناقلة جند للاحتلال بقذائف التاندم في محور التقدم بحي الشجعية شرق غزة إضافة إلى استهداف آليات إسرائيلية في محور جبالية وبيت لاهية من جهتها قالت سرايا القدس أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم بزيتون والشجعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة وقصفت موقع صوفة والحشود العسكرية في محيطه برشقات صاروخية كما استهدفت دبابة وجرافة في محاور جبالية وبيت لاهية وأكدت السرايا قنصة جندي إسرائيلي في محور التقدم حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة وقصف الحشود العسكرية في محيط تل تأمين توطح شرق المحافظة الوسطى بوابل من قذائف الهونة في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة أربعة وأربعين آخرين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأشارت وسائل أعلام الإسرائيلية إلى أن من بين المصابين قائد أحد كتائب وحدة جولاني وهو ضابط برتبة مقدم من ناحياته أشار مستشفى سوروكا في بئر السبع إلى أن المستشفى استقبل ثمانية وثلاثين جنديا من بينهم ستة بجراح خاطرة أما المستشفى بينسون شمال تل أبيب فأعلن استقبله ثلاثة مصابين أحدهم أدخل إلى غرفة العمليات ترجمة نانسي قنقر